بارح ما اتكلمتش في هذا الامر عشان نهاء المونديال وفرحة ميسيال أرجنطين ومباراة رائعة وعظيمة وتاريخية بين الأرجنطين وفرنسا وكل التفاصيل دي بس من ساعة ما حصلت الحكاية دي وانا عايزة لردش مع حضراتكم فيها في جزء ما انا اتحدث عن أزمة أفشا مع النادي الأهلي عشان ما بلغش ما نعتبرهاش أزمة الحكاية الحكاية اللي حصلت بتاعة ماجدية أفشا وضربة الجزاء اللي خد الكورة وسدد هو وضيعها والأهلي يتعادل واللي حصل في هذه المواجهة تعالوا الاول اقول لكم التفاصيل اللي حصلت في الامر اللي فاتت وبعد كده حاول اقول لكم رائش ممكن ما يكونش سمعتوه قبل كده مجرد رائش بس تعالوا الاول نشوف التفاصيل دي كل الكواليس يلا بنا اولا بدأت أزمة أفشا في الاهلي خلال مباراة فيوتشار بعد ان تقدم لتزديد راكلة الجزاء التي حصل عليها الفري في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة متخطيا التونسي علي معلولة المسدد الاول للرقلات الترجيح حيث ان هناك روتين في القلعة الحمراء الاولى ان افشا حصل روايتين عفوا روايتين في القلعة الحمراء الاولى ان افشا حصل على الكرة متخطيا دوره والثانية هو تنازل معلول عن التزديد لا افشا مش انخش في الروايتين ثانيا عقب المباراة قام اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز الفني وزملائه على جروب الفريق ببرنامج واتساب وقام سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالحديث مع افشا وابلاغه بتوقيع غرامة مالية عليه لن تكون معلنة تقديرا لعدم اصارته اي ازمات مع الفريق وكونوا لاعبا ملتزما طوال الوقت وبالفعل تقبل افشا العقوبة وصارت الامور بشكل جيد موقف محترم من النادي الاهل موقف محترم وبصراحة شديدة وبصراحة شديدة وبامانة افشا مش من اللعيبة اللي بتعمل اي مشاكل يقعد على الدكة يلعب اساسي ما عندوش اي مشاكل مع النادي الاهل وما سمعنوش اي مشكلة فالموقف اللي عمله النادي الاهل حتى هذه اللحظة هو موقف محترم احنا كنا كلنا عرفنا انه الاهل عاقب افشا ولكن ليس الكلام ما كانتش معلن بشكل رسمي نكمل سالسا في الساعات الماضية قام افشا بنشر ستوري على انستجرام حمل فيها بعض التلميحات التي لم يقبلها سيد عبدالحفيز مدير الكرة فور ارسال اليه السور من ستوري افشا وقام فورا بالتواصل مع اللاعب ومعاتبته خصوصا بعد ان تسببت الستوري في وجود حالة غضب بين جماهير الاهل اتمسحت على طول الستوري دي على انستجرام وهو كان حاطت سورتين وهو في الجيم وبيقول فيها يعني بما فيما يعني فيما معناه يعني انا جامد انا مش فارق معايا اللي بيحصل انا يعني الحاجات اللي هي ايه اللي فيها انا مش سمعكو يعني في الاداء ده هو مساحهم على طول بالمناسبة مساحهم اكيد بعد ما جميع النادي الاهلي انتقضته وهجمته طبعا اكيد الجهاز الفني النادي الاهلي تدخل في هذا العمر نكمل رابعا قام الكابتن سيد عبد الحفيز بابلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بما فعله افشا وطلب بيبو منه مضاعفة الاقوبة التي سبق وتم توقع على اللاعب ونشرها في الموقع الرسمي للنادي الاهلي وصفحات التواصل الاجتماعي بعد ان كانت في البداية اقوبة غير معلنة ووفقا لللاقاحة فقط يعني انا يا عم افشا ما زعلتش منك قوي لما ضيعت ضربة الجزاء ولما خدت ضربة الجزاء او تخطيت الدور اهو طبعا الاهلي معاقبش افشا عشان ضيعت ضربة الجزاء اهو عشان تخطى الدور من نفسه مش هو الجهاز الفني اللي قاله فعاقب افشا سريا تبقى لللاقاحة ما اعلنش الكلام ده على الموقع الرسمي ما اعلنش ده على موقع التواصل الاجتماعي وخلى الموضوع ايه بنا وبين بعض اهو انت هتتعاقب عشان عملت خطأ بس محدش هيعرف بنا وبين بعض فيروح افشا منازل الستوري عن استجرام فيستفز الجهاز الفني للنادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي اللي احنا تعاملنا معاك بهدوء ومعملنش شوشرة زي ما بيقول فراح الراجل كرر يعمل الستوري اللي زي ما قلت لكم كان فيها شوية كلام ممكن يبقى مستفز الجماهير النادي الاهلي عشان كده الاهلي كرر مضاعفة العقوبة واعلنها على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي نكام خامسا خلال الساعات الماضية وأثناء الجلسات التي عقدها السويسري مرس الكرة المدير الفني للفريق مع اللاعبين تحدث عن موقف أفشا وقال أن راكلة الجزاء الضائعة لن تؤثر على مشاركة اللاعب مع الفريق وأنه سيدفع بيه إذا محتاجه فيه المباريات بشكل طبيعي وأنا احترم جدا في مرس الكولر الكلام ده لاعب أخطأ يتعاقب على قد الخطأ اللي هو إيه الخطأ؟ إنه تخطط دوره في ضربة الجزاء نازل الستوري ما كانش مفروض تنزل مش حكاية كبيرة وضخمة إنك تخسر لاعب فنيا في الملع فخلاص الراجل يتغرم تبقى لللايحة والضعفة للعقوبة بس أنا كمدير فني مش لازم أخسره فنيا في الملعب عشان الفريق هو اللي هيتأثر مش اللاعب اللي هيتأثر فده موقف زاكي من مرس الكولر آخر حاجة ودي مهمة وممكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة بخلاف أزمة راكلة الجزاء أمام فيوتشر هناك أمر آخر تسبب في حالة غضب من إدارة النادي الأهل اتجاه أفشا وهو عرض من نادي الباطن السعودي لضم اللاعب حيث يرفض النادي الأهلي مناقشة العرض من الأساس لضعف قيمته المالية بالنسبة للنادي إلا أن أفشا يقوم بدفع وكيله لمطالبة مسؤولي النادي الأهلي بمناقشة العرض خصوصا وأنه سيحصل على مقابل مال جيد وهو ما علمته إدارة النادي الأهلي وتسببت في غضب كبير اتجاه اللاعب عنده عرض وعايز يمشي يمشي ليه عشان عايز ياخد فلوس أكتر في النادي عقده هو يعني النادي الأهلي مش ياخد مقابل كبير لكن هو هياخد عقد كبير أفشا مش من اللاعبة اللي بيعتمد عليها أساس طول الوقت كلها وإن كان بيشارك كتير مع مارس الكرة بس مش اللاعب الأساسي اللي كان في السنوات الماضية هو بيلعب والباقي وباقي الفريق بيتبني عليه لا هو بقى بيلعب شوية برونو سافيو بيلعب شوية يعني مش أساسي في كل المباريات طب ممكن يكون دي حاجة بتخليه فكره أنا عايز يمشي ممكن معرفش ممكن يكون عشان بس دي معلومة أكيدة أنه عشان مقابل مادي أكبر دي المعلومة الأكيدة لكن هو متضايق ولا مش متضايق ما بيظهرش ده وده شيء مبدايا كده نشيد بيه في اتجاه أفشا إنه هو الراجل ما بيعملش أنا ما سمعتش لأفشا قبل كده أزمة يا جماعة أنا نجم أنا عادي على الدكة ليه أنا عايز أمشي أنا مش عاجبني الوضع أنا مدير فني مدايقني ما بيعملش أي أزمات إحقاقا للحق ما مش نستنى بقى إيه غلطة ونقول أفشا ده كارسي وإزاي وراح لسكة مش عارف وبدأ الناس يقولك راح لسكة مش عارف مين وما فيش بالراحة هو غلط غلطة غلطة فالغلطة دي ما يدفعش تمانع عمره كله يعني وغلطة مش أنا مش شايفها كارسية هي غلطة أي نعم خسارة الآلن وقطتين بس مش كارسية عشان كان ممكن اللي صاحب المركز الأول في تزديد ضربات كذلك كان ممكن يخش يسدد ويضيعها برضو بالمناسبة بس هو خطأ أكيد خطأ بس مش دبح يعني دي حكاية أفشا ولي رأي فيها يخص أفشا وغير أفشا يا جماعة مفيش جهاز فني لأي فريق كبير في العالم دلوقتي مفهوش طبيب نفسي يعني دي الأهلي لازم عنده طبيب نفسه والأهلي عملها قبل كده الزمائك لازم فيه طبيب نفسي غزل المحلة لازم فيه طبيب نفسي زي الطبيب كده بتاع العضلات لازم فيه طبيب نفسي منتخب مصر لازم فيه طبيب نفسي يا جماعة طبيب نفسي ده ما بقاش حاجة اللي هو إيه لا لا عيب عيب إيه ده إحنا لعيبة بتاعتنا يعني ما زي الفل وكويسين ليه بقى الطبيب النفسي ده مهم على فكرة النهاردة بالمناسبة يعني شيء بشيء يسكر يكن تقعد مع بعض الأصدقاء نتحدث عن هذا الأمر بقوله كل الناس في الكون عايزين طبيب نفسي ده مش حاجة عيب هو الفكرة طبيب نفسي ده ايه داخل في حتى معلش أنا بعيدة شوية عن مجالي بس هو طبيب نفسي ايه انت لما بطنك بتوجعك بتروح لدكتور بطن لما ظهرك بيوجعك بتروح لدكتور عزام انت في يعني الأمور النفسية دي كلنا يعني عندنا حاجات في نفسياتنا والتعبانة ومزعلانة دي ما بتعملناش ألم عضوي بس بتأصل على حياتنا كلها وبتأصل على أفكارنا وبتأصل على شغلنا وبتأثر على قراراتنا اهو ده بقى بيحصل أكتر بكتير للعيبة كرة فجأة وهم في العشرينات من عمرهم بيبقوا نجوم معاهم فلوس كتير جدا جدا ماشيين في ملايين الناس بيتصوروا معاهم ده بيعمل لهم حالة صدمة حتى لو ما حستوش بيها بشكل مباشر بس بتأثر على قراراتهم على أفكارهم على شغلهم وبتخليك تخسر نجوم انت شايفها نجوم عظيمة انا مش بقول ده عشان قفش بس قفش محتاج ده وانا محتاج ده صالح جمع كان محتاج ده شكبالة في وقت من الأوقات زمان دلوقتي خلاص الرجل بقى قائد لنادي الزمالك بس زمان كان محتاج كنا ممكن نخسر موهبة عظيم ابراهيم سعيد خسرناه أسماء أنا بقى اللي بيجي في بالي بقولهم دي ناس محترم كل أسماء ما قلتها دي دي ناس محترمة جدا ولعبة كبيرة جدا وشخصيات يعني شخصيات شخصيات عقلة جدا ده ما يمنعش أبدا أبدا اللي يمعون دكتور نفسي محمد صلاح معاه دكتور نفسي في ليفربول عادي الموضوع ما بقاش حاجة كماليات في الجهاز الفني أو في النادي الدكتوري النفسي أو الطبيب النفسي بقى ضرورة قصوى يعني فقط عاصلين تعرف الحكاية أنت عندك لعيب كمت وملايين الجنيهات أو ملايين دولارات ممكن تخسره عشان أنت مش عايز تدفع مرتب طبيب نفسي في الشهر كل شهر كده تدي له رقم وتخسر لعب بملايين يقولك لا لا ما هو أصل فيه مدير كورة وفيه مدير فني بيعرف يتعامل مع اللعبين لا هو مش متخصص هو بيجتهد يعني ممكن عارف تقول لي ايه أنا بروح أعوض مع واحد صاحبي لما بقعد معاه بهدى شوية آه يعني ممكن تحصل استثناءا لكن عمرها ما تبقى قعدة لكن الطبيب اللي فاهم شغله اللي عارف هو بيعمل ايه أكيد هو اللي بيفرق ففكرة الطبيب النفسي مش كماليات يا جماعة خسرنا ناس كتيرة ونجوم كتيرة أنا قلتلك بعض الأسماء اللي جوم على بالي بس فيه أسماء تانية كتير قوي قوي خسرناهم بنفس الطريقة كان مواهب عظيمة جدا مواهب عبقرية فاكرين يعني هو واحد من نجوم الدوري دلوقتي بس أنا قول اسمه يعني بسم مرسي في الدوري المصري 2014 كان أحسن لقى في الدوري وهدى في الزمالك ومهاجم منتخم مصر ونتحدث عن مهاجم موهب عبقرية خليفة متى يابو عمر زاكي وعبقري وكل حاجة فجأة ولا حس ولا غبر آه يعني لسه بيلعب وبيقدي بس ما كانت الشهوة الموسم بتاع 2014 و2015 ده اللي كان مع الزمالك خلاص خلص واتلك على صالح جمع واتلك على أبراهيم سعيد واتلك على عمر يعني الأسماء اللي بتيجي ببالي والله وناس كتير ده نقطة دي نقطة في منتغل انت عارفين يا جماعة هديكم مثال بسيط أنا راجل مثلا يعني بلق حضرتك كان داخلك مثلا في السنة في السنة يعني 20 ألف جنيه في السنة بتاخد يعني مرتب في الشهر مثلا 1-800 جنيه 1-200 جنيه في الشهر وفجأة من العشرين ألف جنيه دول جيت قلتلك أنا هديك 20 مليون جنيه في الموسم في السنة خضة خضة ليه بقى دي طبيعة حياة بتتغير وإيه وإنت شخصيتك بتتغير ده كلنا 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 حتى لو ما بنحسش بدا يعني أنا قلتلك أنت لو حصل كده هتقولي لا لا أنا مستحيل هتغير هتتغير ده كله بيبقى محتاج إيه محتاج طبيب نفسي يبدأ يتعامل مع التغيرات اللي بتحصل معاك على المستوى المهني على المستوى المهدي المهني والمادي طول الوقت طول الوقت وانت برضو النهار بتاخد في السنة 20 مليون ممكن السهل اللي جاي تاخد 40 مليون ففجأة برضو حيقتك بتتغير تاني وقع كذا وانت عندك كم سنة 22 23 24 25 سنة غزبا عنك هتغلط وتحس بإيجو كده وغرور غزبا عنك غزبا عنك شوف بقولك إيه غزبا عنك مش بقولك الناس دي وعش هتقولي لا بس ما فيه ناس تانية ما بيحصل لهمش كده ما هي دي مش القاعدة دي مش القاعدة وإلا كانوا الأندية الأوروبية الكبيرة اللي الثقافاتهم متطورة شوية اللي عندهم حاجات وتفاصيل أخرى عننا ما كانوش جابوا أطباء نفسيين في فرقهم يعني باير ما كانش جاب طبيب نفسي ليفربول ما كانش جاب طبيب نفسي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر وكل الأندية العظيمة دي ما كانوش جابوا بقى ده العيبة دي عامت ربا في أوروبا وعايشة مش عارف إيش عاملة إزاي ومن أمام صغيرين بياخدوا فلوس عاملة إزاي لا ما فيش واحد ما بتأثرش كريستانو نالدو عنده طبيب نفسي في فريقه لونين ميسي عنده طبيب نفسي في المنتخب الأرجنتيني ده محتاج محتاج طبيب نفسي أهو محتاج أهو محتاج ما بقى لك أنت بقى لونين ميسي محتاج لعبتنا أخبارهم إيه ففكري بقى خلاص إحنا الناس دلوقتي ما شاء الله بقى إنا متطورين وعندها تقدم في اللعبة وفي تفاصيل كثيرة وبقى عندنا محل الأداء وبقى عندنا خبير تغزية وبقى عندنا الناس بتاعت بدني طبيب نفسي ما بقاش حاجة هو عمره ما كان حاجة عيب بس خلاص أعصد بما أننا ثقافتنا تطورت فإحنا فهمنا أنه طبيب نفسي ده مش حاجة عيب عشان ما نخسرش قفشة مثلا هو ده مش نجم كبير في النادي الأهلي مش نجم كبير في منتخب مصر إيه اللي يخلي الراجل زي ده يكرر ياخد الكورة من نفسه ويشد ضرب الجزاء حاسمة في هذه المبركة المفروض الأهلي يكسب بيها ومايفكرش أنه ممكن يعمل مشكلة لفرقته مايفكرش أنه ممكن يعمل مشكلة لنفسه لو ضعت إيه اللي يخليه يعمل كده إيه اللي يخليه ينزل ستوريز على الانستجرام فيها حاجة ممكن تستفز الجماهير عشان ما حدش قال له بص لو استفزيت من الجماهير أو حد انتقدك أو هجمك ما تردش خليك هادي تواضع ما تحسش أنه أنت نجم تبقى عندك سبات فعالي مين هيقوله الكلام ده مين هيقوله له وعلى فكرة وأنا ممكن لو قابلت قابشة بكرة أقوله خد بالك ما تبقاش تعمل واحدين ثلاثة أربعة بس أنا مش هقابله بعد بكرة لك الطبيب النفس ده معاه كل يوم كل يوم هيتكلم معاه كل يوم هيدردش معاه هيروح يقوله يعني مثلا أنا أنا لاعب في النادي الأهلي أو في النادي الزمالك وحسيت أن عندي ضغط جماهيري كبير أو ضغط من الإدارة أو ضغط أن أنا ما باخدش فلوسي أو ما باخد فلوس قليلة وعندي ردود أفعال حس أن أنا هطلعها أنا والله هطلع بكرة في الأعلام أقول أنا ما باخدش فلوسي والله هطلع دلوقتي على السوشال ميديا ههاجم الجماهير هروح أعمل إيه هروح أعمل إيه أول حاجة هفكر فيها بدلا ما أعمل كل ده هروح أسأل الطبيب النفسي أقول له والله أنا متضايق دلوقتي ومتنرفز قوي مش عارف أعمل إيه أنا خايف هطلع أقوله وعمل مشكلة ومش عارف إيه وبتاعه فطبيب النفسي يقوله لأ أنت محتاج مش عارف تعمل كذا وكذا مش أقول أنا عشانا مش طبيب نفسي تعمل كذا وكذا 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 فيبقاش عنده مشكلة فيركز في الملعب فيبقى نجمة أكبر ويفضل في الملعب أكتر وقت ممكن فمنتخب مصر يستفيد منه يحترف برة عشان عقلته تطورت تفاصيل كبيرة فبصراحة أي نادي أو أي فريق ما عندوش طبيب نفسي دلوقتي خطأ كبير على الأقل يعني على الأقل يعني في الوصف يعني خطأ كبير طيب